المصالحة الوطنية في ليبيا باتت ملفا يحتاج إلى جلسات عدة بعد تعثرات وإخفاقات هنا الجميع يبحث تشخيص الواقع ووضع حلول لرأب الصدع ولملمة شتات الوطن طبعا هو شارك فيه أكثر من عشر مؤسسات مدنية والحضور يعبر عن قيمة الشيء يعني الناس اللي حاضرين عددهم أكثر من مئتين شخص يقارب استمرنا في العمل أو الآن بنظام المجموعات حتى الساعة واحد ونص دهرا وأراء الحضور في مجملها كانت موفقة جدا الناس كثيرة الناس كلها تطمح للاستقرار الناس كلها تطمح لكي أنهم يقولوا بلغة كافة تركة كبيرة من الأحقاد والمظالم تنخر في المجتمع الليبي وفي وحدة صفه وتجاوز مثل هذه التحديات يتطلب الحوار كمتغير مهم في مسار تحقيق أي مصالحة كل الليبيين الحمد لله يعني غناعات كبيرة جدا كفاية للدم كفاية للصراعات علينا لنبني بلادنا ونعم هذا اليوم احنا موجودين هنا وحتى هم ما شاء الله عليهم المنظمين حاملة معان لبني بلادنا ولبني ليبيا ومعان لبنيها فإن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله ربي يوفق الجميع الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة وتزايد نفوذ التشكيلات المسلحة والجماعات الإرهابية أمور تستلزم الحاجة لرص الصفوف فهل سينجح الليبيون في نبذ الخلافات السياسية والمجتمعية للتخلص منها؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة